ألا تعتقد هذا ممكن خنق إيران؟ ممكن أن يؤدي بإيران أن تتحول إلى دولة تنتلك القنبلة النووية كسيناريا معاكس وغير متوقع؟ هذا ما تأمل فيه طهران وهذا ما يحدث بالفعل الآن إيران تخصب بنسبة 20% الآن طبعا هذا بحد ذاته لا يشكل الخطوة النهائية نحو تصنيع قنبلة نووية ولكن القفز من نسبة 20% إلى نسبة 90% هذه نعم هي التي تشكل الخطوة النهائية نحو إمكانية صنع سلاح نووي ولكن بدون شك الولايات المتحدة تدرك أن القفز من 20% إلى 90% ستستغرق فترة زمنية أقل كثيرا ولكن الصين لم تصل بعد إلى نسبة 90% هناك هذه المخاطر بدون شك وتعتمد طهران عليها ولكن بدون شك الولايات المتحدة تأمل وترجو في أن يتمكن الطرفان الأمريكي والإيراني من التوصل إلى أرضية مشتركة قبل أن تفلت الأمور وتصل نسبة التخصيب في إيران إلى نسبة 90% هذه